مغربية من حي شعبي بالرباط إلى قيادة أكبر مختبر نووي في أمريكا كوتر حفيظي عالمة فيزيائية تخرجت من المدرسة العمومية لم يمنعها طلاق والديها من تحقيق حلمها باعت عمتها مجوهراتها من أجل أن تكمل دراستها بفرنسا فحصلت على الدكتوراه في مجال الطاقة الدرية وفي نفس السنة قررت العمل بأمريكا وتدرجت في المناصب حتى أصبحت أول امرأة في العالم تشغل منصب مدير قسم الفيزياء في أكبر مختبر للبحث العلمي في بلاد العام صام أسست في المغرب جمعية للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا بشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة من أجل التنقيب عن العباقرة في المغرب وتهجيرهم إلى أمريكا ليستفيدوا من التكوين والدعم وهذه أخبار كان خاص كذا عرفها وهذا ماشي موضوعنا ده باللي بغيت نعرف إلى متى العقول غد يتهاجر من البلدان ديلا